خبر تاني موسي ماني نفسه بقى ده خبر كورة بقى خبر فنيات خبر فرقة يعني موسي ماني تكلم مع معاوني الجهاز الفني المعاون في حاجات تخص كاس العالم للاندية والاعداد لها وقلنا مبارح انه هو معجب بتلات لعبين من الشباب اللي ظهروا بشكل كويس جدا في كأس الربطة احمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد مغربي موسي ماني سأل معاوني النهاردة رأيهم ايه انه هو يضم اتنين لعبين منهم في كأس العالم الاندية اتنين لعبين هم احمد سيد غريب وزياد احمد سيد غريب وزياد ممكن يبقوا موجودين مع النادي الاهلي في كأس العالم في بعثة الفريق القادمة ممكن تحصل اصابات وغيابات بسبب كورونا وطبعا الاهلي هيبقى محتاج كل لعبي معاوني موسي ماني أيده جدا هذا الاقتراح طيب بناءا على هذا الاقتراح بناءا على هذا الاقتراح اللي فيه شباب من النادي الاهلي هيخشوا قائمة النادي الأهلي في كأس العالم الأندية غالباً لسه أخدوا بالكو ده أنا أقول لكو الحاجات التي تدرس حالياً في النادي الأهلي وليد سليمان وارد جداً وليد سليمان هذا اللاعب الكبير في تاريخ النادي الأهلي وارد جداً ما يختروش موسيماني في قائمة كأس العالم للأندية وليد سليمان سمع الكلام ده سمع الكلام ده طبعاً هو أصلاً موسيماني ما خدش قرار نهائي بس بيستشير معاوني وليد سليمان قال للمقربين ليه لو ده حصل أنا كده عامل حسابي ممكن أعتزل نهاية الموسم بس لو ده حصل وما كنتش مع الفريق في كاس عامل أندية بكل هدوء هطلع للكابتن محمود القطيب هطلع له وقابله وهطلب منه أن أنا أعتزل فورا يعني أنا خلاص يبقى دي نهاية مشواري مع النادي الأهلي واخرج بشكل محترم وياليك بيا وياليك بالنادي الأهلي يعني وليد سليمان وده دي معلومة مؤكدة لو هو ما شاركش في كاس عامل أندية لم أو لن يختاره موسماني في هذه البطولة هيقرر الاعتزال أو بيفكر في ده أنه يقرر الاعتزال كرة القدم دون أن يحدث أي بلبل هيبقى زعلاني أنه ما راحش كاس عامل أندية طبعا هيبقى مندية طبعا بس هو مش عامل حسابه أنه يعمل أزمة أو مشكلة يعني عايز يلعب بس لو موسماني ما خدوش هيحس أنه خلاص ده نهاية المشوار وكده الراجل مش هيستفيد به تاني في الفترة اللي جاية ده فيما يخص وليد سليمان وحكاية وليد سليمان مع النادي الأهلي